السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلاب الصف الثالث متوسط راح نحل أهم الأسئلة المرشحة لمادة الفيزياء بالنسبة لمسائل الفيزياء طلاب هذه المسائل اللي هسه راح أشرحها أنه ثلاث مسائل عليهم عشر درجات يعني بالوزاري لازم موحدة تجيك من عدهن وبنفس الأرقام فمن هسه أضمن عشر درجات واضح من هسه أضمن عشر درجات من خلال هذا القانون قانوننا عن القوة الدافعة الكهربائية اللي راح ناخذه هسه وقانون سهل وبسيط يقول إنسابة كمية من الشحنات الكهربائية اللي هي Q مقدارها عشرة كولوم يعني هسه أنت تقول له بالجواب أنت قال لي للكيو عشرة إذن هاي الكيو جدت يساوي لي عشرة كولوم هو دا يقول لي ترى الكيو عشرة كولوم واضح هاي وحدة خلال بطارية فاكتسب الطاقة اللي هي دابليو مقدارها عشرين جول إذن الدابليو جقد مقدارها الدابليو عشرين جول هاي المعطيات نطلحن بكل سهولة إذن عندنا لكيو عشرة وقال لك الدابليو عشرين جول احسب مقدار القوة الدافعة الكهروائية الانف يعني الانف مجهولة أنا راح أقول لقانون بالعامية وحفظه من خلال هذا المثلث من خلال هذا المثلث الدابليو خلي لي فوق أوكي حتى لا تنسى علامة الدابليو لي فوق هو لازم يجيك هذا القانون انف في كيو أنا سمي قانون انف اوك انف اوك انفوك حتى لا تنسى خلي ببالك قانون انفوك تجيك عشر درجات بالفيزيو وانت كلش محتاجها إذن انت رايد من عند الانف الانف اوك تساوي الناد الدابليو على كيو باعوا هذا الدابليو على كيو باعوا هذا العلى هذا الخط كسر دابليو على كيو إذن الانف تساوي الناد دابليو على كيو أنا اكتبت لك هذا المثلث حتى لا تنسى إذن الحل ما لتك انت رايد من عند الانف يساوي الناد الدابليو على كيو الدابليو على كيو هسه الانف يساوي لي الانف تقاس بالفولت نحن نعرف الانف بالفولت فصار عندنا 2 فولت ونت حصل بدرجة كاملة بهذا السؤال بخطوة خطوتين فقط هسه راح أحل سؤال آخر على نفس النمط ولا تنسون قانون انفوك واضح؟ هسه راح يجي هذا السؤال كذلك مرشح وهو كلش سهل يعني لازم يجيك له الأول له الثاني له الثالث احسب الشغل المبذول على شحنة متحركة مقدارها 2 كولوم في دائرة كهربائية تحتوي على بطارية قوتها الدافع الكهربائية الانف مالتها تساوينا 1.5 فولت راح نكتب الحل وأجي أباوة احسب الشغل يعني شن الشغل؟ الشغل هو دابليو الدابليو مجهول الشغل مجهول على شحنة متحركة الشحنة طلابرة مزهة كيو قبل شوية قلنا 2 كولوم هسا ويايا خلي ببالك الشغل هو دابليو الشحنة 2 كولوم الشحنة كيو والقوة الدافع الكهربائية الانف هو قاية لك ترى الانف هو هنا مضيك رمزها الانف تساوينا 1.5 فولت هو قاية لك إياه واضح؟ هسا شغل أقول لك أنت تريد دابليو أروح على قانون ما زال عندي انف أتذكر انف أوك حتى لا تنسى القانون أنت تسمع بالانف أذر انف انف دابليو فوق وهنا في كيو وش رايد من عندي؟ رايد من عندي دابليو لان قال لك الشغل واضح؟ خلي ببالك هو رايد من عندك الدابليو هو داي يقول لك احسب الشغل الشغل هو دابليو الدابليو شو يساوي ان الانف في كيو باعه هذا العلامة اللي علاقة بها بعد الشغل هذا أريده شو بقالي جوا؟ بقالي انف في كيو دابليو يساوي انف في كيو هس دابليو الانف هياتها واحد بوينت خمسة ولكيو اثنين دابليو شو رايد راح يساوي لشوف طلله باعش كالسهل واحد ونص في اثنين انت عندك مترا ونص ومترا ونص قد مو ثلاثة يعني ثمارتين واحد ونص تقدر تقول قبله بثلاثة مباشرة واحد ونص في اثنين ثلاثة او تقدر تضربها اضرب بدون فوارز يعني الفارز عوفها خمس طعش في اثنين ثلاثين رجع البوينت البوينت مشانت هنا رجحها هنا هحيطلع لك ثلاثة اي رقم ثلاثة بوينت صفر اي رقم بعد البوينت هو ما يحتسب اذا طلعت لك ثلاثة والشغل يقاس ب الجول ثلاثة جول واضح حسن احنا حلينا سؤالين بعد السؤال واحد وتضمن العشر درجات باذن الله بامتحان سواء امتحان شهري او امتحان التمهيدي انا رشحها هذا رشحهم واحد منهم الامتحان الوزاري اوكي فطلاب واحد منهم لازم يجيك بالوزاري انت تضبطهم تاخد درجة كاملة عندنا هذا السؤال اخر اذا كانت القوة الدافعة الكهربائية الانف لبطارية اثنى عشر برط هو ده يقول لك الانف انت سمحت الانف خليت ببالق قانون انفوك اذا الانف يساوي الانف اثنى عشر فولت هاي هو ده يقول لي الانف ترا هاي الانف اثنى عشر بولت زيان الذي تزوده ومقدار الشغل عفوا ومقدار الشغل الذي تزوده البطارية لتحريك الشحنة مقدار الشغل هو ده يقول لك واع هنا شوية خاف يريدي غلطك الكيو هالقد لا مقدار الشغل الذي تزوده البطارية حتى تحرك الشحنة مقدار الشغل الذي تزوده البطارية حتى تحرك الشحنة هو مئة وعشرين جول إذن هذا شنو؟ هذا الدبليو مية وعشرين جول هذا الشغل حتى يحرك الشحنة إذا ما مقدار الشحنة لكيوش قيد الكيو مجهولة هس إحنا عرفنا يا قانون عندنا قانون فوق أنت سرح تحفظها نذني هذا القانون عف رح تحفظها ورح تحفظها هذا المثلث لأن آن دا أقول لك علي عشر درجات بالامتحان الوزاري مف في كيو واضح؟ مف في كيو هس أنت شا تريد من عندي؟ تريد من عندي الكيو هاتا أقول لي لأبو السؤال شا تريد من عندي أنت؟ تريد الكيو وده يقول لي حسن مقدار الشحنة الدبليو على مف يبعو الكيو الكيوش تساوينا؟ دبليو عذا خط الكسر على مف إذن الكيو رح تساوينا دبليو على مف هس هسا الكيو هس ستساوينا الدبليو هي آتا باعوا ونطلعها بالمعطيات آني. مية وعشرين على انف. الانف شقد اثنائش. مية وعشرين على اثنائش شقد بها عشرة. شون عرفتها? اقدر اقول هاي بها واحد هاي بها واحد. واحد على واحد واحد والصفر ينزل. او مية وعشرين على اثنائش ترى هي بها عشرة. يعني اثنائش فيه عشرة مية وعشرين. اذا الشحنة تقاس بالكولوم. طلاب العزاء هاي الاسئلة اللي حليتها لثلاثة يعني لازم تجي من عندها آآ لازم يجي من عندها العفو السؤال حال الورقة راح تلقونها بقناتي على التليقرام رابطها موجود اسفل وصف الفيديو وكذلك معرفة التليقرام احيانا مو احيانا آآ حاليا اتأخر احتمال بالرد عليكم على التليقرام بس اجاوب على كل المسيجات لان مسيجات يعني مسيجاتكم الطيبة هواية فاتأخر بالرد مرات المهم يعني تلقون هذه الورقة بقناتي على التليقرام رابطها موجود اسفل وصف الفيديو آآ طلاب العزاء رقزوا على هاي التمارين الاسئلة الالتلاثة وان شاء الله التوفيق ويا رب ان شاء الله نجاح مع السلام